قصة خيانة واللي حاجتها هي اللي عملتها خيانة عميلة جتلي وكانت اتعرضت لموقف معين وحصل نوع من انواع الخيانة وهي اللي طلبت مني تكلم عنها علشان احذر من التعامل اللي ممكن يكون بسيط ومش واخد بالك منه وهب يحصل خيانة سواء للزوج او للزوجة ده اللي انا هتكلم فيه النهاردة بازن الرحمن الرحيم في حلقة جديدة من برناميكم ابني بيت سعيد مع دكتور اسماء سعيد القصة بتاعت الخيانة دي بدأت من زوج وزوجة كانوا هما الاتنين في علاقتهم مع بعض عادية فيها فطور شوية فيها برود شوية فيها يعني ايه بتقولي لوقتي الحاجتها الطبيعية دكتور اللي بتنامي وبتأكلي وبتشربي وبتسأل علي راح الشغل جي من الشغل وبعدين بييجي بتقولي بس ما فيش الروح دي يعني فيه فيه برود شوية فيه فطور شوية جواها حاجات من ناحية جزهة نفسها فيها بس ما بتتكلمش كل ما تروح تتكلم مع ميتها ولا مع حد استحملي بسبوري عادي الرجالة كلها جدا بتقولي بسبورتوس كده بتقولي فجأة صاحب جوزها الأنتيم هو ومراته ابتدى يتدخله معاهم في الشغل يعني هو جوزها كان عنده شغل معين ابتدت جوزها يعني صاحبه يشتغل معايا ويشاركه وابتدوا بقى الزيارات المتبادلة هي وجوزها يروحوا عند صاحب جوزها ومراته ويعودوا مع بعض وصحابه يسافروا مع بعض ويروحوا ويجوا ويأكلوا ويشربوا ويهزروا ويتحكوا بتقولي بصي بقينا يعني هم مالوا علينا حياتنا بقى الأدك وطبعا ده جاب أولاد وده عنده أولاد وبقى أصحابه وبقى أومبسطين مع بعض جدا تدخل عادي جدا أصحاب زي ما بيقولوا أصحاب طب في يوم جوزها كان عايز يكلم صاحبه معرفش يتكلمه من تليفونه عشان هو تليفونه فصل شحنة قريبا فقالها هاتي تليفونك اتصل بيه اتصل بيه منين من تليفونها هي وبدأت هنا بقى صاحب جوزها بقى يتصل بيها هي كأنه بيسأل على جوزها قولا أنا بتطمن عليكي أنت عامل ايه آآ طب هو كويس أصلا بكلمه ما بيردش الدهوني وبتعمل كده فعلا يبقى تليفونها في ايديها وجوزها ويتروح لجوزها تقول له خد صاحبك عايزك قرر الموضوع مرة واتنين لحد ما بدأ يتصل بيها وجوزها مش موجود في البيت ايه اللي حصل؟ بتقول لي يا دكتور بدأ ايه يتطمن عليها يسأل عليها حسب بهتمامه ده أنا جوزي ما بيعملهاش بصوا بقى ايه البداية طبعا جوزها مش موجود ويتقابلوا ويخرجوا ويتفسحوا مفيش خالص بتلي بعد شوية ابتدأ كان في عيد ميلادي اقام جايب لي هداية بس قال لها بلاش تقول لي قدام مراتي عشان ما يزعلوش بس هم مش فهمين ان انا اخ ليكي وصديق ليكي وانا صاحبك ولي انت نفسك فيه احكهولي وانا جنبك وانا 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 بتقول لي يا دكتور بقت مبسوطة قوي قوي ومبسوطة باهتمامه بيه لدرجة ان بدأ الموضوع يتطول بينهم ودخلوا بقى في هزار ودخلوا في علاقات من على الموبايل عادي عادي على الشات علاقة عادية خالص طب جوزك فين؟ يا دكتور جوزي كان واصق فيه جدا مراته فين؟ بتقول لي يا دكتور مراته كانت بتحبني جدا جدا لدرجة انها كان بتحكيلي مشاكلها كلها معي فكت تعرف بصوا بقى بصوا بقى يعني هي جاية معترفة كت تعرف ايه اللي بيزعلو وما عملوش ودهول انا ودي المصيبة التانية اللي هو بنحكي الاسرار وهو كان يعرف من جوزي حاجات عني قال ايه هو بيديهاني وانا معرفش ان هو معرفها والشيطان مش عبيت هقول لكم الحاجة شايف شغله صح بس احنا فين؟ بدأت الموضوع هما اللي اتنين يقربوا من بعض بتقول لي مرة عارف من جوزي ركزوا ان انا عايزة سافر السخنة نيف سيا سافر؟ لقيته بيقول لي ما سيجي نقضي يوم في السخنة مع بعض طبعا في الاول وهيب وما ينفعش بتقول لي وبدأت الحكاية من هنا سافرنا السخنة وقضينا احلى يوم في حتة فندق يا دكتور قلت لها وصلت لي ايه؟ قلت لي وصلت ما وصل جوزي بارد او يا دكتور قلت لي عارفتي ازاي؟ قلت لي لما دقت بقى كمان الحرام الاكبر انتم متخينين وصلت لي ايه؟ فين جوزي؟ قلت لي جوزي قلت لي انا خارجة مع صحابي وهرجع بالليل بسبب ايه بقى؟ كل اللي بيحصل ده بسبب ايه؟ انا عايز اقول لكم تطورت الموضوع لأكبر حاجات اكبر بكتير والحد النهاردة اللي انا بكلمكم يقولها انا اعرفش حاجة خاص بتديت بقتدت ان انا اتعب نفسي من جوه؟ حاسة ان في حاجة غلط جواية؟ لما بتديت اسمعك عارفت ان في حاجة حرام انا بعملها قوليلي اوقف ازاي؟ دي قصتها انا شغالة معاها فيها ولكن اللي انا جاي بقى اقدمه النهاردة ايه؟ صحبية ما بين الراجل والا الست قلت تقولك ليه؟ ده ده عشان نبقى هاي هاي مين يا هاي؟ هاي مين ايه؟ انت مش متخيلة اللي حصل بينهم ده بسبب ايه؟ شغالة صحبية؟ انا عايز اعرف في راجل اللي هو راجل يدخل راجل غريب البيت حتى لو صاحبه يقعدوا مع براته بالشكل البشع ده اه ممكن مرة سلام عليكم السلام ازايك عامل ايه؟ الحمد لله خلصة موضوع لك ايه؟ خلصت فده من ناحية الزوج اما انتي بقى؟ ايه وعي تسمحي بدا؟ ده في بقى بنات ستاتة يعني انا جادي بقرضوا حلاك كتير هي بتخلص احبتها هي اللي تتخش بيتها وهي اللي تصلح ببنها بمنجزها الف مبروك هتاخدوا منك يا جميل الموضوع ما يبقاش كده خالص طب نعمل ايه دكتور لما تكون في مشكلة؟ استوب في مشكلة اقفي وقولي انا عندي مشكلة انا ليه؟ احقوق منك كذا 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 قالتلي انا كنت عايز احتاجات قلت لها سكتري قلتلي لما كنت بروح لما ماما كنت تقولي ازبري وقلت فش حاجة اسمها كده عندك مشاكل معجوزك مش مرتاحة روح يشوفي مختص يتكلمي معاه حاولي معجوزك مرة واتنين وثلاثة مدكيش طلق ربنا حلل هلنا نعمة الطلق فين؟ وبعدين بتيدي حياتك موحد تاني بس بالحلال مش بالحرام بالمنظر انتي عملت ده انتي دمرت نفسيتك ودمرت ولادك ودمرت بيتك ودمرت حياتك بسعب ايه؟ شاهوة وصلت الفكرة فنصيحة مني النهاردة الاختلاط الزيادة عن اللزوم ده ماينفعش ماينفعش نهائي خالص وكمان انت عندك مشكلة بينك منجزك او انت عندك مشكلة بينك وبمراتك اسطب وروح شوف مختص ووقف انما حجة البليد خيانة مفيش مبرر للخيانة مفيش مبرر واحد للخيانة الرجل الصح في مشكلة بينه وبمراته انصح مرة انصح اتنين انصح التالتة روح له مختص مفيش فايدة طلق وتجوز ده الصح ونفس القصة ست عندك مشكلة بين جزك مديكي مديكي لكن ان احنا اللي بيجيلي دلوقتي ستات بتعمل كمية خيانات عن طريق عن طريق الشات انا بقى يجيلي الستات اكتر من رجالة يجيلي الستات اكتر من رجالة يعني الست بتيجي عندها مشكلة ان هي اللي بتخون اكتر منها بتقولي جزء الخني وصدت الفكرة فنصحة مني ادقوا الله لحظة الشهوة في ربع ساعة في نص ساعة في ساعة في يوم بس الامها هيخش قلبك يعمل عليه ران اقسم بالله هتعيش في الام نفسي وهتخسري دنيا وهتخسري اخلك فاني ربنا ونور ربنا مش هيبقى في حياتك انسي بقى ما ترجيش بعد كده تعياتي وتقول يا استنى بيحصل لي وبيحصل لي وبيحصل لي نصيحة مني وقفوا المهزلة دي وشوفي مختص النهاردة ولو انت بتعملي اي حاجة روحي المختص هيساعدك على انك تشيل ده لازم تشوفي مختص لان الموضوع ببقى فعلا شهوة عالية جدا يا رب الحلقة كنت دخلت عليكم بالنفع وباليسر والنصيح اللي فيها فعلا تفتكوا اعملوا شل الحلقة عشان توصل الحلقة للدنيا كلها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى موسيقى